اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وده كارت طبعا كودي مبرمج بطارية معينة عليه كل بيانات النخلة كمان كل العمليات اللي بتتم على النخلة ده بيبدأ من بداية زراعيتها يا فندم لحد ان شاء الله ما توصل لمرحلة الانتاجية اسالي ساتك يا فندم اننا ابدأت اعمل تجربة ازاي بنسحب البيانات من على الكارت عشان نسحب البيانات يا فندم معانا جهاز بيكون مخصص مسلم لكل مهندس او كل مشرف قطعة من القطعة الزراعية اللي عندنا عشان يبدأ يتعامل مع الكارت بنسحب البيانات يا فندم زي ما ظهرها قدام ساتك كده فندم نوع النخلة رقم النخلة المكان اللي موجودة فيه النخلة البيانات الخاصة بيها كلها زي كمان تاريخ الزراعة وبلد المنشأ الخاصة بالنخلة موجود كمان تحت فندم العمليات اللي تمت على النخلة زي الراي زي كمان من تحت التسميد زي كمان حصر الفسائل اللي موجودة امام حضرتك يا فندم على النخلة فيه كم فسائلة محلشة محملين تمامي فقط ممكن نبدأ نعمل عملية حصر الفسائل يبدأ يظهر لي كل الفسائل اللي موجودة نعمل حصر فندم الفسائل والرواكيب الموجودة نختار الحقل الموجودة فيه طبعا نختار شجرة محددة اللي هي احنا عايزينها ونعمل سكان للنخل بيظهر يا فندم هنا فندم رمساتك قولي العدد على طولي محمد تمام فندم هو موجود هنا فندم على النخل في الفسائل فندم ايه فسائل بحصر الفسائل موجود يا فندم عدد الفسائل اتناشر فصيلة حول النخل طب انت معرفش انت عامل حصر كل الفسائل الموجودة هنا ولا لا كل الفسائل فندم اللي بتبدأ تظهر عندي في فترة الحصر بيبدأ يتعامل معها المهندس المسؤول عام القطعة انه يحصر كل نخلة موجودة عنه طيب انتو بتاخدوا توفيق قرار في ان انتو الفسائل دي تحتفظوا بيها هنا ولا تنقلوها بعد كده انه طبعا بيسيبها لحد ما توصل لعمر افتراضي لغاية العمر بنسا صغير ما تكبر شوية قدامها كمان سنة او سنتين اني هنقل في مكان تاني ان المسروع ده هيخلص تشكها تخلص انا محتاج اعمل في مزارع اخرى الفرفرة وعندلة وتشكها اللي افيد بعد كده عبدأ بيها برا في السوق اه يعني النخلة بتجيب من الامان احا يعني بتجيب تقريبا بالمتوسط قد ايه ممكن تفن ان تجيب عشرة تفصل لعشرة تجيب عشرة عشرة لا المتوسطات يعني المتوسطات ممكن عشرة خمسة عشرة اه عشرة خمسة عشرة عشرة خمسة عشرة اه اه والفصيلة تساوي كام احنا بنبيع البرح بقى 2000 جنيفة البرحة اه بس يعني لان حاجتنا معكدة يعني اه طيب احنا كده يعني يعني هو مصدر غير الام غير البلح كمان اه يعني المليون و 3 من 10 اللي انتم مش مليون و 3 من اللي انتم عملتو ايوا فن تقريبا يبقى فيهم كام فسيلة الوقت اه هو طبعا فيه بالسغرة خالص دي لسه شوية اه فيها 3 فيها 4 لكن هي على مدى عمرها فندم بتجيب عشرة على مدى عمرها على مدى عمرها بتجيب عشرة بتجيب عشرة لكن احنا مش يعني هنستغلوا في المزارع التانية بس بس بقى هنشري من نفسنا فندم نفا حاجة تانية محمد عشرة شكرا لفعالي شكرا لفعالي شكرا لفعالي شكرا لفعالي شكرا لفعالي بريس فرع النخيل من الشركة سيادتي كفندم القطع اللي احنا وقفين في دوت اعتار من اول القطعات اللي تم زرعطها في المشروع يوم 6 اكتوبر 2018 عشر اصناف منجة تحت اشجار النخيل كتقربة. والتقربة ده سياتة كفندم زرعناها في موزعة الشرق العوانات. النخر اللي هو مش مرتفاع خمسة وستة متر. وجدت تقربها نكحة جدا. سياتك عارف ان شرق العوانات ادفاع ضغط الحارة فيها منصب الرطوبة الليلة. فما زرعنا المنجة تحت شجر النخيل. فجريب بتاع النخيل ضلل عليه. وعمل له جوه كويس. وشاعة الشمس ما اصلاش على النخيل. ما اصلاش على المنجة. وفي فصل الشتاء المنجة ما حصلاش لها عملية تأصلة بالسكيع الموجود. سياتة كفندم بداعنا في زراعات التحملية الموجودة تحت اشجار النخيل. زراعنا بعض المحاصيل زي الامح والشعير. وبعد زراعات التحملية تانية زي البداية الطبية والمطرية والغدار. وديها طبرة القيمة المضافة. ده سيادتك كل النخل من زراع بدري. او في شهر او سيادتك 2018. بدأ يجيب سيادتك فسائل. احنا بنجهل سيادتك الفسائل دي. عشان ان شاء الله في موسم 2023 نبدأ نزاحها في الارض المسادمة. سيادتك الحمد لله كان عندنا بشاير انتاج السنادي كمحصول في بعض اشجار النزال عفاول للموسم. كان عندنا برحي ومجدول والسيوي. والحمد لله في الجودة عائل جدا. الحمد لله سيادتك النهاردة بدأ عندنا آآ الموسم موسم 2022 بدأ بعض الازهار تبشر فستيزن سيادتك النواريك نموذج للنخل البشر السنة او زهر. فاضي سيادتك. يا مساعدة الفندق دي ناخل البدأ بتصهر. يا مساعدتك وبدأ لها عملية التنفيح. ان شاء الله هنتبعها ونشوف كوزيتها ان شاء الله. وهي اوامر فند. دي اول واحدة ولا ده? لا فيها فند عندنا تازل عنديها تازل عنديها تازل واحدة بالقطعة. احنا على في الموسم ده. دي بقى لسنتين ولا تلاتة كده? تلات سنين فند. تلات سنين. المفروض نحنا بننتج بعدها دي. منوش من التالت يبدأ اخو بشاير محصول. يعني السناتي. ان شاء الله فند. والسنة الجاي باي بل امور يبدأ الموضوع يلتبع شوية. يعني احنا عندنا في القطعة دي بشاري ومش من الفات. احنا عايزين نتكلم على على محصول يعني. محصول. ان شاء الله في الموسم الخامس بلاخد انتج كامل بده. الخامس يعني كمان سنتين. ان شاء الله فند. مش كده. ان شاء الله فند. ده بالنسبة لهنا. الهنا في الاول نفس اللي موجودين فيه اللي هو مزروح سنة 2018. هم. طبعا عايز تقول لي اي حاجة? اي حاجة اي حاجة. اي حاجة تفرح يا. شكرا يا ربك ملا بخير. شكرا يا ربك. شكرا يا ربك. اشتركوا في القناة. 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 الغنية بثرواتها الطبيعية والمتعددة الرئيس عبدالفتح حسيسي لا يزال يواصل جولته التفقدية لهذه المشروعات التنموية الزراعية في منطقة توشكا تابعته منذ قليل سيادته وتفقد هذه المزرعة وهي من أكبر مزارع التمور على مستوى العالم كما تضح لنا في سياق هذه المتابعة أنه تم استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطور التقني في هذه المزرعة فجميع بيانات كل نخلة تم زرها هنا يتم تسجيلها على هذا الكرت الذكي وكل ما تتعرض له في مراحل نموها يتم تسجيلها على كرت ذكي بجوارها عند استخدامه يتم عرض جميع المعلومات المرتبطة بها الرئيس عبد الفتح السيسي ينتقل إلى نقطة أخرى في هذا المشروع الطموح أعتقد أنه في طريقه لإستصلاح الأراضي أو المشروعات المرتبطة بزراعة القمح وهناك أيضا سنرى صورا مبهجة كثيرة ومتعددة فيما يتعلق بهذا السياق إلى أن نصل إلى هذه النقطة دعوني أذكركم ببعض النقاط المهمة المرتبطة بإستصلاح الأراضي في مشروع تشكا القائمون على تنفيذ هذا المشروع تم تنفيذه من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعوينه إحدى عشرة شركة وطنية مصرية حجم العمالة في هذه الشركات وصل إلى أكثر من خمسة آلاف مهندس وفني وعمل أيضا الشركة الوطنية للإستصلاح وزراعة الأراضي هذه الشركة أيضا يعمل بها أكثر من ثلاثة آلاف عامل ما بين مهندس وفنيين وعمال أكثر من تسعين بالمئة منهم من أبناء أصعيد بالتأكيد هذه الأرقام لها دلالات مهمة وما تحمله من دلالات أعتقد أن حضراتكم تعاونها جيدا واحدة من النقاط أيضا التي لابد نتوقف أمامها وهي مرتبطة بالري السيد الرئيس الجمهورية وجه أثناء تأكيداته لزيادة الرقعة الزراعية والمستهدف من خلالها الوصول إلى مليوني فدان وجه إلى ضرورة استخدام أنظمة الرئي الحديث مع التوسع على هذا النحو في المساحات المزروعة أعتقد أن هذه نقطة في غاية الأهمية أحد أسليب الرئي الحديثة نظام الرئي المحوري أو البيفوت هذا النظام كان يتم استراده من الخارج ولكن نظرا للتوسع في هذه المشروعات وأيضا كما سبق ولفت نظر حضراتكم إلى أن تحدي مواجهة الزمن وسرعة إنجاز هذه المشروعات تطلب وجود أجهزة كثيرة من أجهزة الرئي المحوري المعروفة باسم بيفوت لذلك قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتعاون مع مجموعة السويدي بإنشاء مصنع لتصنيع هذه الأجهزة بأيد مصرية وتم استراد أقل من 20% من مكوناتها طبعا في الجزء الأول من هذه الاحتفالية كلمة سيد رئيس مجموعة شركة السويدي وأثنى ثناء حسنا على تعاون الدولة مع الشركة وتنفيذ هذه الخطط الطموحة والدعم الذي لاقاه لتحقيق هذا الهدف وإنتاج هذه الأجهزة الخاصة بالرأي كما أوضحت أنه نسبة قليلة جدا من مكونات هذه الأجهزة تم استرادها من الخارج حوالي 20% فقط لكن أيضا الشيء اللافت للنظر في هذا المشروع أنه تم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وصلت إلى حوالي 2000 فرصة تم إنشاء مصنع مخصص لتصنيع جهزة الرأي المحوري على مساحة وصلت إلى 120 ألف فدان بمنطقة العين السخنة ونحن نتحدث عن محصول القمح وهو واحد من المحاصيل الاستراتيجية على مستوى العالم كل نقطة في غاية الأهمية ألا وهي حجم الإنتاج ماذا عن حجم الإنتاج المتوقع من هذه المساحة من الأرض التي تم استصلاحها وزراعتها من المتوقع إنتاج 500 ألف طن في هذا العام وطبقا لتصرحات المسؤولين القائمين على هذا المشروع ستتم مضاعفة هذا الرقم في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى هذه الكمية الضخمة من القمح يتم تسليمها مباشرة إلى وزارة التموين للتعامل مع احتياجات المواطنين المختلفة نبقى معكم في هذه الصورة الحية على الهواء مباشرة لمتابعة جانب من هذه المشروعات التنموية العملاقة في منطقة تشكا هذه الصورة التي نتابعها الآن تعكس حجم المعدات المستخدمة في هذا المشروع والسيد الرئيس الجمهورية لا يزال يواصل جولته التفقدية في هذا المشروع نحن في انتظار وصول سيادته إلى واحدة من النقاط أيضا المهمة في هذا المشروع للطلاع والتعرف على بعض التفاصيل الخاصة به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ومشروع آخر مرتبط باستصلاح الأراضي الزراعية أو الأراضي الموجودة في توشكا وزراعته بواحد من المحاصيل المهمة وهو القمح هذه الاحتفالية تأتي في سياق سلسلة من الفعاليات خصاصها سيد رئيس الجمهورية منذ أيام قليلة وأطلق عليها اسم أسبوع الصعيد هذا الأسبوع خصص لافتتاح مجموعة من كبرى المشروعات القومية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تقوم بها الدولة في مختلف محافظات سعيد مصر والتي تهدف في الأساس إلى الارتقاء بمستوى جودة الحياة ومعيشة المواطنين أيضا أذكركم بأنه تم إطلاق كتاب لتوفيق كل هذه المشروعات التنموية التي تم إنجازها ليس فقط في سعيد مصر ولكن في ربوع مصر كلها أطلق هذا الكتاب في الفترة الأخيرة الكتاب أعدته الحكومة لتوثيق والتعريف بحجم العمل والإنجاز الذي تم في كل أنحاء الدولة المصرية على مدار السنوات السبعة الأخيرة في مشروعات كثيرة مرتبطة بالبنية الأساسية والزراعة والاقتصاد وغير ذلك مشاهدين الكرام طبعا لا يخفى على حضراتكم لأن هذا الأمر لم يعد سرا فجميعنا نعلم أن صعيد مصر عانى لعقود من التهميش ولم يكن هناك رؤية متكاملة للنهوض بهذه المنطقة الغالية من أرض مصر الغنية بالثروات الطبيعية مما ترتب عليه نتيجة لذلك تدني مستوى الخدمات في شتى مجالات الحياة وبالتالي تدني مستوى المعيشة ربما هذا الأمر يعود إلى عدم وجود رؤية متكاملة للنهوض بهذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية كما ذكرت لكن صحيح الآن مع هذه المشروعات التنموية الطموحة من الممكن أن يكون هناك قرى لا تزال تعاني من حجم من هذه المشكلات لكن الفارق الآن أن هناك خططا ومشروعات تنموية تستهدف التعامل وحل هذه المشكلات في القلب منها أقدم لكم دليلا على هذا الفارق مبادرة حياة كريمة هذه المبادرة التي وضعت محافظات صعيد مصر على رأس أولويات أجنداتها مستهدفة تغيير نمط الحياة بها خلال ثلاث سنوات فقط ونحن في انتظار وصول السيد الرئيس الجمهورية إلى نقطة أخرى في هذا المشروع التنموي الطموح استصلاح مساحات كبيرة من أراضي تشكا وصلت المساحة إلى خمسمائة ألف فدان في هذه المنطقة المهمة من مصر دعونا أيضا نتأمل في طبيعة المشهد التنموي في صعيد مصر أذكركم بأنه طبقا لأراء الكثير من الخبراء أنه الخلل في التوزيع الديمغرافي هو أحد المشكلات المعقدة بالنسبة لصعيد مصر بمعنى أنه صعيد مصر وهو يشمل أيضا في هذا السياق البحر الأحمر والوادي الجديد هذه المنطقة من جمهورية مصر العربية تمثل ثلثي المساحة الإجمالية لمصر لكن المفاجأة أنه يعيش عليها فقط حوالي ثلاثين بالمئة من المصريين السبب طبعا في ذلك يرجع إلى غياب الخبنات والبنية الأساسية فضلا عن عدم توافر فرص العمل لسنوات طويلة محافظة الصعيد كانت دائما طاردة لشبابها هذا الشباب الذي بطبيعة الحال يبحث عن فرص حقيقية للعمل والحياة لا تتوافر هذه الفرص في المحافظات والمحافظات الصعيد المختلفة فيضطر للخروج إما إلى القاهرة مثلا أو بعض المحافظات الأخرى في الدلتا أو حتى يضطر للخروج إلى خارج مصر طبقا لما نتابعه من هذه المشروعات متوقع أنها توفر فرص عمل بل هي بالفعل أثناء تنفيذ هذه المشروعات هناك عمالة وفرص عمل تتاح لقطعات كبيرة جدا من المصريين خاصة أبناء الصعيد طبعا كان أعلى معدلات البطالة يتم تسجيلها في هذه المحافظات المفارقة والتي أيضا أدعوكم للتأمل فيها أن صعيد مصر يتمتع بمميزات كبيرة جدا مقاومات طبيعية ثروات محجرية ثروات تعدينية وأثار وغير ذلك نستكمل معكم هذه التفاصيل ولكن دعونا نذهب مباشرة إلى النقطة الأخرى في جولة السيد رئيس الجمهورية حيث تتابعون معنا في هذه الصورة الحية على الهواء مباشرة اقتراب موكب سيد الرئيس من النقطة الثانية في هذه الجولة وكما ذكرت لحضراتكم هي مخصصة للمساحات المنزرعة بالقمح سنتابعه أيضا سنتعرف على طبيعة هذه الزراعات لكن أغلب الظن أنها منزرعة بالقمح إذن موكب سيد الرئيس في طريقه إلى هذه النقطة وأيضا سنتعرف على تفاصيل كثيرة من خلال المسؤولين في هذه النقطة أو هذه المزرعة إن صح التوصيف أو التعبير سنتعرف على بعض التفاصيل المرتبطة بهذا المشروع كما تابعنا منذ قليل بعض المعلومات المهمة عن مزرعة الناخيل أيضا تابعتهم بين الحين والآخر بعض اللقطات الحية التي عكست حجم الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ هذه المشروعات ربما أيضا يكون هناك جولة تفقدية لبعض المعدات الموجودة في أرض الواقع أو أرض المشروع والذي يقينا هذه الصور التي نراها مبهجة لكل مصري مخلص صغير على وطنه يتمنى له المزيد من الرقي والتقدم خاصة في المجالات الاقتصادية التي تهدف في الأساس إلى الارتقاء بمستوى حياة ومعيشة المواطنين إذن بعض السادة المسؤولين وسيد رئيس الجمهورية ينزلون من هذه السيارة في الاقتراب من هذه النقطة المخصصة للتعرف على بعض التفاصيل المرتبطة بمشروع استصلاح هذه الأراضي كما سبق وضحت أن هذه المساحة وصلت إلى خمسينيات ألف فدان وهو رقم مهم جدا أن يضاف إلى المساحة المنزارعة في مصر خاصة إذا كانت مخصصة لوحدنا المحاصيل الاستراتيجية الغاية في الأهمية محصول القمح الذي لا غنى عنه طبعا في حياة المصريين أو حياة الشعوب بشكل عام في هذا السياق أيضا دعوني أذكركم بواحدة من النقاط التي لطالما أكد عليها سيد رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على تراثنا أو ما نمتلكه من أراضي طينية في الوادي والدلتا مؤكدا ضرورة الامتناع تماما عن الاعتداء على الأراضي الزراعية لأنها ثروة لا تقدر بثمن الرئيس عدفة حسيسي ينزل من السيارة متوجها إلى هذه النقطة التي سيتابع من خلالها بعضا من التفاصيل المرتبطة بمشروع تصلاح هذه المساحة من الأراضي الزراعية في توشكا أو توشكا الخلق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قدامنا فندم مباشرة مشرعة النخيل لحد الشمال لها اللي قدامنا فندم في الميكانة الميكانة الزراعية فندم تنقسم إلى هدد أقسام قسم استصلاح قسم خدمة قسم زراعة وقسم حصاد احنا حباولنا فندم ندبر موادتنا بحيث نجيب بالتوازي مع جميع الأفراد ستك صدقتلنا العام الماضي بتلاتة مليار جنيه لصالح مشروع تنمية جنوب الوادي احنا فندم جبنا جزء بسيط حوالي 25% بقى المعدات يا فندم ان شاء الله هتجلنا كمان 14 استاذ انساتك بس احد المهندسين هيشرح فندم تم يا فندم مهندس احمد عبدالهاد ابراهيم مهندس الميكانة الزراعية بالشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الاراضي الصحراوية استاذ انساتك يا فندم في تقديم المعدات الموجودة بارض الاصطفاء على مين المنصة يا فندم وفي اتجاه البيارق الميزة باللون السماوي نودر هنداي والمستخدم في عمليات التسوية ساعة الكبشة 3 متر مكعب يلي يا فندم البيارق الميزة باللون الازرق معدات التجهيز والخدمة نسق اول محراز حفار 13 سلاح نسق ثاني عزاقة 6 خط نسق ثالث محراز قرسي 36 قرس نسق رابع جرار كيس 140 حصان والمستخدم في تشغيل هذه المعدات يلي يا فندم وفي اتجاه البيارق الميزة باللون الاحمر معدات الراش نسق اول الوتوميزر والمستخدم في راش المبيدات بمعدل اداء يصل الى 3.5 فدان لكل ساعة النسق الثاني جرار نيهولن 90 حصان والمستخدم في جر وتشغيل الوتوميزر يلي يا فندم وفي اتجاه البيارق الميزة باللون الابيض وفي مواجهة المنصة كومباين كيس والمستخدم في حصاد القمح والزورة الشامية وبعض المحاصيل الاخرى بمعدل اداء يصل الى 6 فدان لكل ساعة عرض تشغيل 9 متر في مواجهة المنصة فندم وامام قاعدة العلم جرار نيهولن دي مفصال الحركة قدرة 450 حصان والمستخدم في تشغيل معدات كبيرة الحج مثل المحرس القرسي 82 قرس بمعدل اداء يصل الى 15 فدان لكل ساعة والمتواجد امام الجرار كما يستخدم في جر المحرس القلاب 8 سلاح بمعدل اداء يصل الى 5 فدان لكل ساعة والمتواجد على يمين ويسار الجرار في مواجهة المنصة فندم وفي اتجاه البيارق المميزة باللون الاصفر مكبس نيهولن والمستخدم في كبس البرسيم وكبس محصول قش القمح بمعدل اداء يصل الى 15 فدان لكل ساعة على اثار المنصة فندم وفي اتجاه البيارق المميزة باللون البرتقالي خط انتاج البطاطس نسق اول الدجر والمستخدم في حصاد البطاطس نصف آلي بمعدل اداء يصل الى 3.5 فدان لكل ساعة النسق الثاني الهربستر والمستخدم في حصاد البطاطس بمعدل اداء يصل الى 1 فدان لكل ساعة وهو آلي مما يوفر الوقت والجهد اي اوام رفن؟ اي اوام رفن المترجم للقناة 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 على أرض سعيد مصر المترجم للقناة 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 المترجم للقناة